السلام عليكم ورحمة الله. زيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وعلى خير. تعالوا كده النهاردة نعمل مع بعض حاجة كده لزيزة وخفيفة وسريعة. ميكس كده جميل هيعجبك قوي. ما ينفعش بصراحة هيعد رمضان من غير ما عامله. بس ما شاء الله شايفيني الجمال. الناس اللي بتحب امر الدين تكمل معي الفيديو ان شاء الله الطريقة تعجبكو. بس ما شاء الله. حاجة كده بصراحة تحفى. واهم حاجة ان هي مش مكلفة. وفي نفس الوقت السريعة كده ما بتاخدش اي وقت خالص ولا اي مجهود. هنعمل حاجة حلوة كده وبسرعة كمان. اقول بسم الله الرحمن الرحيم كده نبدأ مع بعض معي هنا لفة من لامر الدين. طبعا كلنا كده كل البيوت الوقت موجود فيها امر الدين. وعايز اقول لكم ان بيفضل لفة امر الدين دي كده بتفضل لاخر رمضان ما بنستخدمهاش. اعملوها بس معي بالطريقة دي هتعجبكو. ان شاء الله بعد كده هتستخدموها ومش هتسيبوها ومش هتتراكن معاكو. بجيب كده لامر الدين. واتأكد طبعا ان امر الدين انا جايباك كده ايه? يكون اه بتاع السنة دي ما يكونش مركون. بصوا هتلاقوه كده ايه? يعني من القوام بتاعه كده طري خالص. تحسوا كده ان هو فرش يعني. بتقطع كده بسهولة وطري. مش تحسوا ان انتم بتقطعوه ان هو ناشف كده ومش بتقطع بسهولة لأ. هغطي كده امر الدين عندي بالمية. بصوا كمية المية انا حطتها. غطت امر الدين كده بشوية. واحطه على النار لحد ما يغلي كده غلوتين. اول ما يغلي غلوتين بس كده مش مش هيعود كتير على النار. هيدوب كده خالص زي ما انتم شايفين. شايفين هو ده بخالص بس في يعني تكتلات كده بسيطة. انا بل هند بلندر كده وهضربه كويس علشان التكتلات دي اه ما تبقاش موجودة. اهم حاجة كده نتأكد ان التكتلات دي مش موجودة خالص. بالهند بلندر او حطيه بقى او حطيه في الخلاط عادي مش هتفرق يعني. انا حبيت كده استخدم برضو الهند بلندر كده عشان اجربه معاكم. ده الهند بلندر اللي جايه دي مع العجان. فقلت برضو استخدمه كده ايه? ومشاء الله واطلع حلوة او. دربت كده دربتين تلاتة حسيت ان هو خلاص. ما عادش في ايه تكتلات زي ما انتو شايفين? تحس كده ان هو بقى عامل زي العصير المركز. انا مش مزودة المية. عشان عايز ايه مركز. دول حوالي تلات معالق كبار من النشم دوبهم كده في مص قباية من المي. معايا السكر بتاعي. على النار كده زي ما انتو شايفين. حطيت الامر الدين. اول ما هيغلي معايا. اه انا هنا الاول بضيف السكر. حطيت اه حوالي خمس معالق سكر من معلقة الاكل. خمس معالق كبار كده. مش مش هيبقى اكتر ولا حاجة لان امر الدين في مزازة. فبيبقى محتاج سكر شوية. فخمس معالق كبار كده. آآ يعني هيخلوه مزبوط. مجرد ما بيغلي معانا كده بنزل بالنشة اللي انا مدوبة في المية وبنزل شوية بشوية. بصوا انا بحط حبة بحبة كده مش بحطه مرة واحدة. يعني ايد كده بحط النشة كده بالمية والايد التانية آآ بقلب بالمضرب. زي ما انتو شايفين. بفضل اقلب كده لحد ما حس ان هو خلاص بدأ يلف كده ويتقل معي. خلاص بوقف بقى ما بحطش نشة تاني. يعني الكمية دي اتخدت تقريبا تلات معالق كبار من النشة. بص القوام بتاعه انا عايز اوصل للقوام ده. مش عايزة يكون اتقل من كده. لو انت بتحط النشة حستين هو تقل معاك عن كده. زود شوية مية صغيرين خالص. لحد ما يفك معاك وياخد القوام اللي انتو شايفينه ده. شايفين القوام ده هو ده القوام المزبوط. كده تحس وانت بتكليه كده تحس ان هو خفيف مش تقيل كده ومكتوم. لأ ده كده تحس ان هو كريمي وخفيف خالص. ببدأ اوزعه طبعا في الكسات. مش هاملة مش هاملة الكس على الاخر عشان لسه حط طبقة الكريمة. عسيب كده حتة صغيرة. عايزة اقول لكم ان النكس ده بصراحة يعني حلوة قوي. يعني يعني انا بحبه قوي كده على بعض. ما بحبش هاكل امر الدين كده لوحده. مجربوه بس وان شاء الله يعجبكم. نكمل بقية الكمية اللي عندي. وهعمل كده ايه كم كباية كده امر الدين سادة برضو للناس اللي بتحب امر الدين بس. طبعا على حسب ايه الولاد بيحبوا ايه? اه بعمل لهم طبعا. فعملت هنا كده ايه? اه كبايتين بس امر الدين كده من غير حاجة. ما شاء الله اللفة بتاعت امر الدين عملت كمية حلوة قوي. وانا مش مزودة المية فيه. نخليها مركز كده عشان يبقى طعمه حلو. هنا بقى كيلو لبن كده حطي على النار. وبحطي هنا السكر. حطيت لك كيلو اللبن اربع معالق كبار من السكر. برضو من معلقة الاكل كده معلقة مليانة اربع معالقة. بدأوا بالسكر كده في اللبن. عايز اقول لكم ان السكر بتاعه مضبط جدا مش كتير. ودي كان معلقة كده او معلقتين قشطة وش اللبن. كان من كيلو تاني كنت شايله. اه ضفتها كده ليه. لو عندك قشطة بالتي بقى ممكن تضيفي برضو معلقة قشطة. او شوية كريمة لباني بيخلو الكريمة حلوة او. هنزل هنا مجرد من لبن غيلي كده. هنزل بالنشا. برضو نشا مدوباف مية. وبرضو بنزل بالنشا واحدة واحدة. برضو نفس اللي انا عملته مع امر الدين. مش بنزل مرة واحدة بالمية على نشا. واحدة واحدة كده. لحد ما حست ان ايه القوام تقل معايا. واخد كده ايه قوام كريمي كده مش تقيل قوي ومش خفيف قوي. ولازم طبعا نستنى لما آآ اللبن كده ايه المهلبية بتاعتنا آآ تباك باك كده عشان نتأكد ان النشا استوى آآ كويس ما نقفلش قبل كده. هنحطيت فانيليا بس المقطع ده للأسف ما جاش برضو. الفانيليا عشان ريحة اللبن برضو. والفانيليا بتدي آآ ريحة حلوة او برضو للمهلبية. حط كده بصوا القوام بتاعها ما شاء الله حلو ازاي? هو ده القوام المزبوط. هي لما هتبرد آآ بتتقل عن كده. ولما بتتحط في التلاجة التاني يوم بتتمسك اكتر وبتبقى حلوة او. بصوا ما شاء الله. عملت الكيميادية وعملت هنا برضو اتنين كده آآ سادة من المهلبية برضو للناس اللي ايه? اللي ما بتحبش الامر الدين وعايزة بس مهلبية كده. يعني رضيت جميع الازواء. آآ بزين هنا بقى بجوز هندي كده وزبيب. طبعا التزيين بقى براحتك زي ما انت عايزة. حابة بقى تحطي مكسرات براحتك. بس والله هي كانت كده تحفى ما كانتش محتاجة اي حاجة. اجربوها ان شاء الله تعجبكم بس اجربوها بنفس الطريقة دية ان شاء الله تعجبكم. وانا وصلتوا بقى معايا لحد هنا طبعا ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اكيد لازم تعملوا اللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو بيوصلوا طبعا لاكبر عدد من الناس. وكومنت بتاعك طبعا بيفرحني وبيسعدني. وآآ لو ما اشتركتيش في قناتي ياريت تشتركي وتفعالي الجرس عشان يوصل لك كل جديد. هشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية جديدة كتير. استنوني الفترة الجاية ان شاء الله بقى فيديوهات العيد. ربنا يسر كده. ونعمل مع بعض فيديوهات حلوة قوي. اه بتاعة العيد. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.